عبر أهالي مدينة الموصل عن استيائهم الشديد نتيجة عودة أزمة الوقود الخانقة مرة أخرى إلى الواجهة بعد أقل من شهر على انفراجها وطالب المواطنون الحكومة المحلية أن تضع حدا لهذا الملف سيما وأن الأخيرة قد أعلنت في وقت سابق عن رفع حصة المحافظة من مليون وسبعمائة ألف لتر إلى مليونين واربعمائة ألف لكن ذلك لم يقضي على الأزمة خلونا البانزيخانات ليلة ونهار لمدة أسبوع يصير حركة سيابية والعالم تطمئن أكو بنزين يقوم حتى تقل صرف البانزين حتى يقل صرف البانزين يعني ما ظل أحد يفتهم بيه لا يشغل على مدية الشكل وليش بالذات الموصل؟ ليش بالذات الموصل؟ لو كانت أزمة حقيقية موجودة كانت أزمة كلها بالمحافظات بس الموصل موجودة وبس الموصل يتعاني من هذا الشي هاي السرم البانزين واصلي من النفق مال البلديات خوش وعي طلعون هاي مال البطايق مال بطايق والله علواب الكثير غوي مال بطايق لأن الجيريكان أسا الجيريكان عن ديرهم من الشارع من خمس طاعش هلو تعالج نحنا شي صرف إنه نحنا جماعة التكسيات شي صرف يعني شي لننكر ونزلتين نرجع نقو منطق نشتغل على البانزين هاي ديك عليه السراج هاي اللين مغرب على ما يجينا السراء خوش وديسوا إنه هاي البطايق بطايق وين مفوول نقعد بي بيوتنا خير لنحاجة والله موت أحمر من البنزين حتى ما يشتغلون على موت وراي بنزين كل النار صروا مع البنزين ماذا قصت على خوش؟ والله صار تقريبا ساعة بعد ساعتين ما تلاح ايه والله داشة وصعنا ساعة واجفين يما هادش اسمه بالحدباء وصع ما ساعتين ما يسأل البنزيخارة سورة وقف لا حيت حتحرك لا حيتح ما عبالك مع متقصدينة مع ايش خسارة العزينة؟ هاي صارتك يا باسبوعي اشني هالحركة هاي مع الدعف يعني فات مرة تصارت طلعت يعني فات مرة ريحتها يعني ما فات مرة شوية دربانوا مع البوصل هذي الحمدلله تحرارت وان شاء الله تترجع من ثقبل واحسن بعد هتطلع الازمات؟ هتطلع الازمات هاي يومية يزيد الازمات اشني لديوها معفو